وكأنه بالفعل عمليا وتاريخيا إسرائيل فوق كل قانون وإسرائيل خارج كل محاسبة الفيتو الأمريكي شغال الفيتو الغربي بصفة عامة ولا يمكن بأي حال من الأحوال وبكل واقعية أن نرهد على القانون الدولي وفي أكثر من محطة يتم ارتكاب مجازر في حق الفلسطينيين ويتم الحقوقيين من العالم العربي وعمادة المحامين في مصر ومحاكمات رمزية ومع ذلك ومع ذلك لا شيء يحصل لا شيء يحصل الاجتياح 1982 تم استعمال القنابل المحرمة الدولية فصفورية على عنقودية على انشتارية وتقدمت بعديد الأطراف حتى نشته حقوق الإنسان زيغلار مثلا سويسري بشكايات ومع ذلك لا يحصل أي شيء محكمة الجنايات الدولية آخر المعلومات أن الباريح السلطة الفلسطينية تقدمت تقدمت ملف إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل التحقيق في عملية القصف الإجرامي على مستشفى المعمداني لكن أعتقد أن حتى في هذه الحالة ليس ثمة أمل يمكن أن نرجوه من هذه المواسسات في علاقة لا فقط في علاقة بالإجراءات التي يمكن أن نتخذها الجهاز القضائي قد يكون الجهاز القضائي نزيه لكن النتيجة العملية لن تكون بأي شكل من الأشكال نتيجة قد تزعج أو تربك إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية يعني أعتقد أن مرة أخرى سيلقى عرض الحائط بكل المقررات وبكل البيانات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات الدولية وأيضا عن الهيئات الجهوية يعني ما تقوله الجامعة العربية والاتحاد الفريقي الآن السؤال ما تروح وهنا اختبار قدرة الدبلوماسية العربية على الأقل في علاقة بالاتحاد الفريقي هل يمكن أن يصدر موقف؟ نعلم جيدا أن هناك تغلغ الإسرائيلي في إفريقيا وبالطبع لا يوازيه إلا تغلغ بعض البلدان المطبعة لكن يمكن أن نحاول على هذه الواجهة لدينا دبلوماسية يعني من المفروض أن يقع تنشيطها لكن هي مرتهنة لحد كبير بالمواقف الرسمية مواقف ضعيفة ضعيفة وأيضا مواقف محزنة أقل ما يقال فيها أنها مواقف محزنة لم تستعمل ولو مرة لغة التهديد أو لغة الضغط الحقيقي الجاد يعني مؤسف فما عادت بلدان قاعدة ترسل في المساعدات لمصر من بيئة إراق المساعدة التونسية على فكرة مزيدة في مصر من بيئة إراق تم إرسال المساعدات التونسية من ثلاثة أو أربع يوم يظهر اللي حكي بيئة دونكراين ما مازلت ما دخلتش ولكن ولكن في ليلة الأحمر التونسي قاعد مازالي لم في المساعدات في أشقائنا الفلسطينيين غير أنه شفت عدة تدوينات واجعتني من فلسطينيين يقولوا لش كون تحبوا الدخل المساعدات كلنا متنى أنه فعلا بعد فاجعة المعمداني وبعد المجزرة اللي صارت في حجم الدمار وحجم الموت وحجم المجزرة والإبادة اللي صارت تفوق كل الوصف وبالتالي هم يقولوا ما عادش حاشتنا بالمساعدات لأنه اليوم ما فماش ولا عائلة في غزة ما عندهاش على الأقل على الأقل شهيد واحد غير أنه فم عائلات تم الحديث عليها من قبل السلطة الفلسطينية أنها أبيدت بالكامل يعني تم شطبها من السجل المدني في غزة لأنها أبيدت بالكامل ما قعدش ولا واحد من بعض العائلات وعددها تقريبا خمسين عائلة هذا هو اللي قاعد يصير في غزة في انتظار الحكام العرب بش يقدموا للقضية الفلسطينية ويقدموا لأنفسهم لأنه أي رئيس يقوم بموقف وطني وبموقف رجولي وبموقف لصالح القضية الفلسطينية رو سيخلد اسمه في التاريخ البرح نسمع في محللين سوا رجعوا يحكيوا على صدام حسين ومعمر الجذافي في وقفتهم وفي موقفهم الواضح والصريح مع القضية الفلسطينية وفي ذلك رأوا وقت اللي يوقفوا الوقفة هذية ما كانوش يعتقدوا أنه بعد السنوات هذه الكل يتم الرجوع للحديث عليهم وبالتالي أنا أقول اسمهم خلي ده في التاريخ بالوقفة انتاحهم مع الشعب الفلسطيني يلا عنا موعد الأخبار بعد شوية أزوم اللي